شكل اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان واحدة من أبرز المظلات السياسية والاقتصادية الدولية لتمكين هذا البلد من مواجهة المشاكل والتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية وربما أبعد في المستقبل لأن الأمم المتحدة والدول الخمسة الدائمة العضوية التي حضرت الاجتماع بوزراء خارجيتها والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أصبح مجموعة دعم دائمة للبنان تتابع وتساعد في معالجة قضاياه المستجدة وتنعقد عندما تدعو الحاجة كان مقال في مجلس الأمن قبل كذا بسرعة مستديمة بتعاون مع بعض للحفاظ على أمن واستقرار لبنان برسائلهم السياسية باتصالاتهم الدبلوماسية وإن شاء الله أنتريك هذه المجموعة كان بيان في البيان الختامي البيان الصادر عن الاجتماع والمدولات وأيضا أكدت على دعم رئيس الجمهورية وإعلان بعبد والجيش اللبناني وبالتالي الاستقرار معتبرين أن من شروط هذا الاستقرار استعادت العافية الاقتصادية وأكد المجتمعون في هذا الإطار على أهمية مساعدة لبنان في مواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين بحيث يتكامل اجتماع نيويورك وخلصاته مع مؤتمر جنيف الخاص بالنازحين والذي سينعقد نهاية الشهر الجاري وسيبحث في كيفية توفير سبل الدعم المالي للنازحين وكيفية تقاسم الأعباء والأعداد بين الدول كما اقترح لبنان هذا بالإضافة إلى اجتماع آخر سيعقده البنك الدولي في مقره في واشنطن مطلع شهر تشرين الأول والذي سيكون مخصصا أيضا للبحث في الدعم المالي للبنان الحاجة بعد هذا الاجتماع تبقى للمتابعة وذلك في ضوء الاتفاق السياسي الاستثنائي بين روسيا والولايات المتحدة على تقديم الدعم لاستقرار لبنان ولإعلان بعبدة علما أن هذه المجموعة أصبحت تتمطع بطابع الاستمرارية وهي يمكنها أن تتدخل عندما تحتاج الأوضاع في لبنان إلى ذلك بسم أبو زيد في ياريوسف نيويورك